أنا أريد أركز على جانب مهم يعني طيلة الفترة الماضية حقيقة كان يدور حديث فيه افتراء كبير وفيه بهتان يعني فيما يتعلق بالكابتر رحيم حميد وباسل غورغيس من أنهم يتحكمون بمسألة الاستدعاءات يتحكمون بطريقة التشكيلة يتحكمون بالكثير من تفاصيل المنتخب واللي قريب من الأمور يعني يعلم جيدا بأنه المدرب السابق سيد كتنش كان ديكتاتور بشكل يعني مفرط يعني كان يفرض كل الآراء المفترض اللي هو يراها بأنها تصفي صالح المنتخب ولم يكن يسمح لأي شخص أن يتدخل حتى أنه طريقة إبعاده عن المنتخب كانت بسبب ما حصل بينه وبين الكابتن عدنان درجال اللي هو اللي هو صارت حادثة بأنه أراد أن يتدخل في شأن معين يتعلق بالمنتخب وأن تفض السيد كاتنش رفض تدخل كابتن عدنان درجال وقال له مكانك في المقصورة أنت رجل مسؤول تقعد بالمقصورة ما لك علاقة أن تدخل في تفاصيل فنية وما نتج عن المؤتمر الصحفي اللي تحدث بي سيد عدنان درجال تحدث بالكثير من التفاصيل الفنية التي تعنا بعمل السيد كاتنش كان يدلل على أنه كان يريد التدخل لكن السيد كاتنش رفض ذلك أعود إلى سيد أدفوكات نفس الفلسفة اليوم لن يسمح لأي شخص بأن يتدخل في مسألة الاستدعاءات وبالأمس طرح هذا في المؤتمر الصحفي قال بأن كل الاستدعاءات قال الآن يستدعيهم ما حد يتدخل بالفعل يعني هو من يستدعي اللاعبين وهو من يختار التشكيلة خصوصا أنه اليوم قضية أمير العماري تثبت بأن السيد أدفوكات هو المعنى الأول والأخير والمسؤول الأول والأخير لأنه لو ترك الأمر لآخرين نظرا لما قدم اللاعب أمير العماري في مباراة كوريا وإيران كنا نتوقع بأنه سيكون اليوم في التشكيلة أساسيا لكن هذا يعني أن رؤية المدرب الهولندي أدفوكات هي من فرضت اليوم التشكيلة اللي يتفاجئني حقيقة أصبح هو خيار ثالث وليس خيار أول وليس خيار أول